السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عباطف كنتم من يلقاكم الفيديو باحسن احوال وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم جنواز في المقلات سهلة وناجحة كتوجد بسرعة ممكن هك نحضر بها طرطة في دقائق فقط وكيجي المدق ديلها وحتى الشكل ديلها اكتر من رائع المكونات بسيطة وحتى الطريقة فغادي ندودوا دابا باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم وتنال اعجاب ديالكم بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجوا ثلاث حبات من البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ غدي ندفليهم سكر الفانيلا ورشة من الملح وكأس الا ربع من السكر حبيبات من بعد غدي نطرب هاد المكونات بالطراب الكهربائي ممكن ايضا تستعملو الطراب اليدوي فقط غير طربو البيض والسكر مزيان حتى يضعها في الحجم ديالو وكي بولي اللون ديالو فاتح مايل للبيض فهادي شي حاجة مهمة باش نجيكم الجنواز زوينا ما اللي كنحصلو على خالات بهد الشكل هذا فغادي نضيف الزيت فعندي هنا يا مية وعشرين ميلي من الزيت كتكون فيتا نصف كأس بقليل يعني اكتر من نصف كأس بقليل نفوتو نصف كأس غير بشوية جينا مية وعشرين ميلي وغدي نضيف كأس غير مملوء من الحليب ما يعادل مية وثمانين ميلي وفهادي المرحلة غادي ناخد دقيق الابيض فعندي هنا يا ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق الابيض ضفت ليه جوج ملاعق كبيرة ديال كاكاو المر بدون سكر واستاشر جرام من خميرات الحلويات غادي نخلط النواشف بهادي الشكل انا فضلتها كأنني نخلط جميع النواشف باش نغرب لهم مباشرة و نضيفهم الخالط و نضيفهم الخالط و نخلط بهذا الشكل هذا حتى غادي نسالي الكيميه اللي عندي كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الشكل ديال الخالط يجيب هاد الشكل هذا هذا هو القوام دياله ما تكونش تقيل و في نفس الوقت ماشي خفيف بزاف بحل كاك تماما هنا عندي الخالي تواجد فقد مباشرة غادي نقسمو الربعة غادي نقسمو الربعة يكونوا متساوين هنا غادي يبقى لكم الاختيار بغيتوا تقسمو حتى على ثلاثة بغيتوا الطرطة ديالكم يكونوا فيها اربعة ديال الطبقات كتقسمو على اربعة بغيت يكونوا فيها غير ثلاثة قسمو على ثلاثة وغادي بقى حتى على حسب الرغبة قداش بغيتوا السمك ديال الجنواز ديالكم انا شفتوا ودرت السمك ديالها يعني متوسط ماشي رقيق وماشي غلاد فانا راهت الخالي تقسمتو على اربعة مباشرة خديت المقلدية اللي غادي نطيب فيها الجنواز ودهنتها بزبدة هنا راه بالنسبة للزبدة غادي تشوفوا انتوما على حسب المقلة اللي عندكم الا كانت عندكم المقلة كتلصق مل احسن كتدهنوها بالزبدة باش كتتفادوا ان الجنواز ديالكم تلصق ليكم كنتو متأكدين ان المقلة ديالكم ما كتلصقش فماشي ضروري انكم تدهنوها بالزبدة انا هنا دهنتها بالزبدة غير المرة الليولي هكا باش تشوفوا معايا اما الباقي فغادي ندير الخالي مباشرة في المقلة بلا مندهنها نهائيا شفتوا معايا هنا يا وزعت الخالي في المقلة وهنا غادي نحطو على النار اللي غادي تكون مهيلة باش الجنواز ديالنا كتطيب على خطرها كنحط المقلة وكنغطيها بالغلاقة ديالها اما غلاقة ديالها او الغلاقة ديال شي حاجة اخرى هكا تجي قدها ولا نغطيوها بشي طبصيل ومن اللي كتباليكم هكا الغلاقة بولي فيها هكا هاد ولا فيها البخار كيتلاح هكا البخار وكيتكون هدك الماء من الفوق فكنمسحوه باش ما ينزلش لينا على الجنواز وتفزق من اللي كتبالينا هكا الجنواز هين شفاس كنقلبها بهذا الشكل هادا من تحت كنلقها صافي شادة راسها وطايبة فغادي نحيدها من المقلة باش غادي نقلبها على الوجه ديالها التاني الى بانتلينا المقلة بحلكة بقى وفيها هكا البقايا نمسحها عاد ندير فيها الجنواز على الوجه التاني ملاحظة ان الوجه التاني ما كياخدش نهائيا مدة طويلة غير تواني فقط صافي كنحيدوها راه كتكون هنا في هاد المرحلة كتكون طايبة غير تواني تبالينا صافي بحلكة كنقلبها كنقلبها كنلقها هناش فملتحس كنحيدها كيف ما كتعرفو الجنواز او الكاك ديال الشوكولات بصفة عامة ما كيبغي شي طايب كتر من القياس هنا من اللي غادي نبغي ندير الكيمياء التانية كتعرفو ان الخالات ديال الكاكاو كينشف فضروري غادي لقاو الخالات ولا سقيل قبل ما نديرو الخالات ديالنا في المقلة كنخفوه بشوية ديال الحليب اما نديرو ملعقة او جوجها كبار ديال الحليب ونخلط الخالات حتى كيبالي يرجع خفاف كيما حضرناه في اللول عاد كنديرو في المقلة بهاد الشكل هذا تشوفوا معي هنا المقلة راني مذهنتهاش بالزبدة بحكم ان المقلة اللي عندي ما كتلصقش وبنفس الطريقة كنحطها على النار مهيلة ونغطيها بالغلاقة ونخليها حتى كتبالية شدات راسها من التحت ونشفات من الفوق وفي كل مرة كتبالية الغلاقة تشكل فيها هدا كل الماء ذا كل البخار اللي كيطلع ضروري كنمسحو كنقلبها كمل تحت كنلقها سافي راها طيبة وشدة راسها غادي نقلبها على الوجه ديالها لاخر بشي طيب ساعة طريقة ساهلة بزاف وناجحة غادي هنا يندير معكم اخر وحدة شوفوا معي الخالد كيو اللي شوية سقيل سوف نخفو بشوية الحليب ونخلط هكا المكونات حتى كي بلي هكا الخالد ولا بهد الشكل هادا كيفما حدرشو في الاول هنا سوف نديرو في المقلى ونفس الطريقة نوزع الخالد ونحطوه على النار اللي يكون مهيلة ونحطوه على النار اللي يكون رغب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة